يقول سأل حفظكم الله من فضل الله علي أنه مات الوالد والوالدة وهم راضيان عني وبعد موتهما دائما يطاردني شبح التقصير في برهما فما نصيحتكم سأل الله أن يرحمهما وأبشر أبشر ما داب قد مات راضيين عنك فأبشر وترك وساوس الشيطان ولكن اعلم أن البر لا ينقطع ادعو لهما وأكثر من الدعاء لهما ولا تنسهما أبدا في دعائك وتصدق عنهما وكن ولدا صالحا إذا رآك الناس دعوا لوالديك وترك وساوس الشيطان فإن الشيطان لما فاته أن تعق والديك أراد أن يحزنك بعد موت والديك فاترك الوساوس وحمد الله أنهما قد مات راضيين عنك واجتهد في برهما بعد موتهما ومن البر والإحسان أن تصل أصدقاءهما وأولى من ذلك أن تصل أقاربهما احرص رعاك الله كل ولد كل ولد من البر والإحسان أن يصل أهل ود أبيه الأقارب والأصدقاء إذا علمت أن أصدقاء لأبيك كان يودهم ويزورهم زرهم وصلهم وأحسن إليهم وإذا علمت أن هناك صديقات لأمك فأرسل إليهم الصدقة والإحسان والهدايا فإن هذا من أبر البر ويغفل عن كثير من الأبناء كثير من الأبناء يغفلون عن هذا البر فاحرص وستجد خيرا كثيرا إن شاء الله نعم